اشتركوا في القناة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي وصفها جلالته بالعمل الوطني المخلص الذي يمتاز بالدقة والصبر والمثابرة هذا وأكد الفريق الوطني أن شعار المرحلة الآنية نلتزم للبحرين يدعون لاستشعار أهمية الالتزام بوعي وعزم حتى الأول من أكتوبر القادم فبالحرص والالتزام لمصلحة الوطن وأبنائه نستطيع أن نحول الخطر إلى أمان والخوف إلى اطمئنان كما أن الكوادر الطبية والتمريضية والجهات المساندة يستحقون من تقدير تضحياتهم عبر الالتزام المسؤول بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة